على كونكت المكتب الجديد نذكروا أنه صارت انتخابية نهارة الجمعة أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد اختار أصلين برجة برئيس جديد للمنظمة للفترة النيابية 23-27 حسن الوجود بن مصطفى أنت تكون النائبة الأولى طارق بن عياد النائب ثاني منجي عمالك أمينة مال مهدي البحوري في خطة أمين مال مساعد وعشرين عضو آخر إذا كانوا نحبوا نحكيوا على كونكت حسن الوجود بن مصطفى في أرقام شنو النجم وقلوا عليها الكونكت هذية المؤتمر الانتخابي في الثالث الكونكت تكونت في فترة صعبة فعيا فترة حساسة تعرف بعد الانتقال اللي سار الكونكت كيف النجم وقلوا الأرقام اللي نجم ونقدموا بهم الكونكت الكونكت توا والحمد لله فاتت الأربعلاف مؤسسة منخرطة عندنا 126 استركتور بين الجهات وبين الهيكل القطاعية والهيكل القطاعية الجهوية الكونكت يظهر لنجمة تاخذ مكانتها في المشهد الاقتصادي نحب ونشكر بيانسوخ الأعضاء المكونين وين من جملتهم نشكر سيتارق شريف اللي مكننا من هالانتقال الديموقراطي ستعرف في تونس ما هوش سهلية مش سهلية مش سهلية سعيب سعيب برش سعيب برش سعيب هذية هذية مكسب اللي لزمنا نحافظوا عليه نشكر المؤسسين والناس اللي تحديت على الكونكت واللي اعطعت للكونكت واللي كانت عندها الإضافة وإن شاء الله الفريق الجديد يكون قد المسؤولية هذية هذية نيام تاعنا ونشكر الزملاء زيدا كيف كيف أنا نيبت رئيس المرة ثانية نشكر الزملاء اللي جدوا فيها ثيقة الحاجة اللي تتسم بها الكونكت طوى المكتب التنفيذي جديد مكتب التنفيذي غوب خيزنتاتيف فيه تنوع كبير واناقول التنوع ما نجم يكون كنثرة فيه تمثيلية كبيرة للجهات خاصة للجهات الداخلية عنا الجنوب عنا عنا كبيلية عنا جابس عنا ما نحبش نسمي الكل فما تمثيلية كبيرة عنا تمثيلية كيف كيف كبيرة في القطاعات القطاعات في استراتيجية واللي نيش الصغار زيدا كيف كيف اللي خدمنا عليهم في السنوات الفارضة الكل واللي حققنا مكاسب كبيرة فيهم نحاولوا باش نبنيوا على المكاسب اللي أخذينيها وإن شاء الله نقدموا ديمة روح جديدة متنجم كانت تعطي الإضافة ونشكروا من خريطينا لكل ونقولوا للكونك تراه هيكل مفتوح هيكل مفتوح لجميع المؤسسات الصغرى المتوسطة والكبيرة وإن شاء الله الخدمة اللي خدمناها في الـ 12 سنة اللي فاتت نزيدوا نحسنوا ونكونوا سند للمؤسسة خاصة في الفترة الصعبة لتعادى بها لتعادى بها الاقتصاد التونسي به أثناش سنة نتصور البيلان راضينا عليه لكن خلينا نحكيوا لأربع سنين اللجايين المدة النيابية القادمة متاع المكتب جديد متاع الكونيكت شنو ما أهم التحديات شنو ما أهم الملفات اللي حاطينهم قدامك أحنا في الكونفيرانس اللي عملناها حاولنا باش نحدوا بعض التوجهات لكن بيانسور البرنامج إن شاء الله نحدوهم مع المكتب التنفيذي جديد أحنا خدمنا مع سيعاب القادر بودريقة يمكن مدة ستة شهر قبل الكونغري خدمنا معاه على الأولويات اللي تراهم الكونيكت في الانفيرانما هذا وفي الكونجنكتور هذية تنجم تضيف للمؤسسة وتنجم تقف معها حسب قربنا للمؤسسة وحسب المعطيات اللي استقناهم كيف كيف من الجهات ومن الستركتور خدمنا في الكونفيرانس هذه على ثلاثة أشياء اللي نتصور يهموا المؤسسة ولي نجموا يعاونوا في تنميتها وفي وفي ازدهارها أكثر حاجة اللي يرينيها مهدته والحق هما لفيلياخ لفيلياخ المنظومات الاقتصادية المنظومات الاقتصادية يمسوا الفلاحية منها الصناعية الخدمات على خطر احنا هذوما الكل نراهو نعود نأكد اللي كونيكت مثلت تقريبا القطاعات الكل وهذا نفتخر به وقت اللي حكينا على الفلياخ الفلياخ هذوما مكسب من مكاسب تونس وقت نحكيه على المنظومات نحكيه على القطاعات الفلاحية والصناعية راو نمسوا السيادة الوطنية والأمن منتاع الدولة كي نحكي على منظومة الحليب ولا نحكي على منظومة الحبوب يظهر لي حتى حد ما ينجم معتها نس كل تشاطرني يكونوا المنظومات هذية منظومات قاعدة تواجه في برشة مخاطر طوى ويلزمنا نحميوها كيف القطاعات الصناعية لو كان بش ناخد لك أمثلة معنتها نحكي لك ساعك بش نبدأ بالمنظومات الفلاحية نحكي لك على الحليب الحليب وده يحضر معنا سي علي الكليبي وفسر المشاكل اللي يتمس المنظومة لكل معنتها من الفلاح الصغير للي يجمع للي يصنع للي يوزع منظومة كاملة طوى قاعدة تتمس المشكل ما تحسش للناس قاعدة تسمع في أصحاب القطاع مشكل آخر مشكل الوقت الوقت وقتاش نفيقوا احنا للمنظومة تهتكت وتهريت بعد ما يفوت الفوت وقت اللي نجي وما عادش نلقاه حليب وقت اللي نمشي ونستورد لحليب معنتها الفلاح كان طالب 300 و400 فرنج بعد نمشي اينا نستورد لحليب بالعملة الصعبة بالعملة الصعبة ونجيبه ساعات بالدوب اللي متعسومه ووقت اللي وقتها حتى كنحاول بش نعاود الرجع بترجيع سعيب بتعرف الهدمين سهل اما الترجيع سعيب انا كنتفكر القطاع متع الجلود والأحذية قطاع الجلود والأحذية معنتها معنتها بيونية بيانسور فما ماركات انا كنت فكرهم كنت صغيرة معنتها ناس عندك فما صبات وقت تشري تشري ماركة تونسية كيف كيف سيبوا عليهم الاقتصاد الموازي سيبوا عليهم السلعة اللي خارجة لداخل مستين بعد توا كان نحاول حتى توا كان بش نوقف والله ساعات نقول وينهم معنتها وينهم المصنعين وينسا في قطاع الجولود الأحية والنجم نعطيك برشة مثلة في العديد من القطاعات قط النقطة الأولى المنظومات 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 حسب رؤية الكونيكت بانسوخ المنظومات قاعدة تتمس بتلاثة عوامل تلاثة اشياء اللي قاعدة تهدد في المنظومات العام اللولاني والمشكل الكبير اللي قاعدة تعاني منه المؤسة هو التمويل التمويل حكينا عليه برشرة وحنا كنقول لك معنتها طوال عندنا عشر أثنين وحنا نقوله وراه التمويل التمويل متاع المؤسة الصغرى والمتوسطة على خاطر عندنا الميكرو في نانس حتى الميكرو عنده مشاكل وزيدا يمكن نتويجين هاريخ ونحكيوا عليها عندك الشركات الكبيرة وإلى الجروب الكبار اللي ما همش مستحقين وعندهم البنوك اللي تابعتهم ولا اللي اللي تمويل عندهم سهل قاعدنا لك سي سهل معنا يعني قاعدت قلنا التمويل متاع الطبقة المتوسطة متاع الشركات الميزو في نانس ما هذي الطوى ما زلنا ما لقينا لهش حل منشيرة الولوج إلى التمويل والحصول على تمويل صعيب يسر نعرف البنوك كيفاش قاعدة تتعامل مع الشركات هالمنظومة البنكية اللي دعينا برشة مرات بش تغير النظرة متاحة للمؤسطة البنكة كيفاش تدخل مع المؤسطة ما فماش المرافقة للمؤسطة ما فماش القرب من المؤسطة بش تفهم النوعية متاع النشاط تقعد البنكة العلاقة قاعدة مقتصرة على شنو اللي تحب وش عندك ضمانات عينية الباقي ما تدخل نش فيه ومنشيرة اخرى البنكة اليوم في تونس وهذا يظل موجود كان في تونس ما ريتش أنا حاط في بلايس اخرين ما فماش ما هاش تلعب في الدور في الدور المنات في التمويل وفي المرافقة وهذا الكل ما هاش قاعدة تعمل مع المؤسطة كما تتعامل مع المواطن تاخد قرض تجيب لجارانتي كيف كيف معنتها الناتشور دو الاكتيفيتين ما هاش داخلة ومنشيرة اخرى حتى اذا تعدينا العايق هذا التمويل بعد التمويل التمويل بيدو اذا اذا ما كانت من الولوج لتمويل بنا كلفة بنا كلفة معنتها يظهر لتونس من ارفع تراهم في تونس معنتها تخل دوز و تخيس بوغسان بين لفري والشارج والكوميشون بالله نحب نعرف شنو شكون الصناعي ولا شنية الشريكة اللي تنجم بيش تخرج لك معنتها انتو معتها بيني فيه سنت تلاتاش تلاتاش تحتي للبانكة وبعد هي اللي شبش يفضلها شبش يفضلها للانفستيس ماو شبش يفضلها شبش تكبر شبش يفضلها معنتها حويش يظهر لي ما قاعدين نشوفهم فيهم كان في تونس وعندكم فكرة علي تود دانتغيل برا شنو للأسف شو العامل الثاني العامل الثاني هي التعقيد الاقتصادي عامل مهم ياسر يمكن مناش فهمينو بالقداء آما هذية عامل مهم ياسر خاصة من ناحية الاستثمار سواء الاستثمار الداخلي وإلى الاستثمار الخارجي لانفستيسوغ إذا كان أنا ماما نفستيسوغ يترانجي على شنو بشي جيك على شنو بشي جيك إذا كان مناخ الأعمال يعطيك صحا إنه باتيرون على شنو بشي جيك شنو اللي بشي لقى عندك باش بشي بدو بشي جيك هيدا هو التعقيد الاقتصاد المستثمر بشي جيك على خدمات بشي جيك على دي غصور سومين دي كمبيتنس بشي جيك على 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 بنية تحتية موجودة هيدو ما الكل ما نقولش ما عندنا نشرة احنا في التعقيد الاقتصاد يكون كانت المرض ما بتاعنا به ياره ودايور ذي كان يخلى الشركات ما زلت واقفة على خاطر الغازيليانس متاع الشركات الصمود متاع الشركات النسبة متاعه ما زلت تسمى لحد الان معنتها نسبة محترمة رغم اللي مروا عليها العديد من الازمات معتها بش تبدأ تحكي من الكوفيد بش تحكي من الازمات المصحية للحرب متاع الوكخان البرشة البرشة ازمات رغم هذا راول المؤسسة التونسية ما زالت واقفة ما نعود نقول الى متاء الى متاء اذا ما نلقاش دفع من الدولة ودفع من السيستام الكل السيستام الكل يزمو يدفع على روحه يدفع على التحكي متاعه هذي القدرة التنفسية متاع المؤسسة كيف نرجعو لهذا الكل تعرف المؤسسة تقدم المؤسسة تصدر عندها قدرة تنفسية كيفاش انت تحسن القدرة التنفسية متاع المؤسسة وقت اللي يلقى الخدمات وقت اللي يلقى التمويل وقت اللي يلقى الغصوخ سومان وقت اللي كيف كيف نرجعو الموضوع مهم ياسر دير رجع من المشاكل اللي تلقاهم المؤسسة اللي هو التكوين المهني دير عنا الانشار على التكوين المهني على خاطر الشركة وإلا المستثمر التونسي وإلا الأجنبي وقت اللي يجي كان يجيك ومزيل يجيك على خاطر يحب اه مندفر كاليفية يحب دي كمبتنس اللي ينجموا بشي عونو ويقدموا بي ويربحو الوقت ولا عنا مشكل كبير بين لفرمش الروفش بالن السيستم تاع لانسانيما سوبريور وبين حاجيات ومتطلب بيت السوق هذي 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 يلزمنا نعاونه بش ترجع تاخذ بلاستها بش المستثمر وقت اللي يجيك كيما في برشة بلدين اخرين ميقعدش هو يدرب ويخسر الوقت بش يجيب بش يجيب يدعام ولاو الاوالا بش يجيب دي كمبيتنس وطوو فما برشة مجالات في الينوفاشون فما في الايتي فما برشة مجالات اللي يجي ما يلقاش ما يلقاش عليش على خاطر الناس قاعدة تخرج البراء معنتها سنعين في بلاد 16% التوت شماج متاحة ما يلقاش يدعم لماعنتها كاليفية اللي نجم يدخلها وهذا من الغرايب تلقى الناس بطالع تمشي للبرو دلان بلواء تطلب الاختصاصات هذي كي يقول لك ما عنديش معنتها هذا الكلو يكون في يلزم فما نظرة في كل شي معتها هذا قطاع من القطاعات إذا انت تحب تستثمر حذرت له المستثمر بيش بيش تجيبو علش تحبو بيش يجيكو ما يمشيش للمغرب ولا يمشيوش ما يمشيش للمغرب وعن العنصر الثالث اللي ما حكي ناش عليه هو زيدا الولوج الالكسي ومخشي الولوج الى السوق كيف كيف لك لماذا دم بستسما كيفاش نفتحو الأسواق للفعلين الاقتصادين لكل نعرفو مالغز ما اللي فما برشا قطاعات قاعدة تحكر على فئة معينة المعلومة على خطر جي تلقى سكتور مسكر ما تعرفش شنو اللي فيه عندك العاق تخدم فيه تخدم فيه متعرفوش ربح متعرفوش خاسر آآ فمانية شوية نوع من التعتيم يحتمل سعات سكتور ماذا به ثلاثة اربع من الناس يقعدوا متحكمين فيه آآ هيدوما الثلاثة عناصر اللي إن شاء الله بش نخدمو عليهم بيانسور هيدوما العناصر الرئيسية وإن شاء الله مع المكتب التنفيذي نحطوا البرنامج متاعنا إحنا عملنا اجتماع واحد مازلنا في أول اجتماع إن شاء الله عمتها تتعمل على الريشان والسكتور والجروبمان تتعمل على المواجهات الموجودين أن البرنامج متاعنا يكون حاد واضح فصل صغير غيث ونرجع نخذ رأيكم حسن الوجود بن مصطفى في قانون المالية أو مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمد بيار على شمس فيم الخمسة وارثين وثلاثين دقيقة جعنا لكم في شمس بيزنس مع ذيفتي نائبة نائبة الأولى لرئيس منظمة كونيكت حسن الوجود بن مصطفى مرحبا بيك مرة أخرى كنا نحكي تقريبا على أهم التحديات والملفات التي تستانى فيكم في الفترة النيابية القادمة في كونيكت وهو عبارة على كونستا يعني الوضع الاقتصادي في تونس ووضع الاستثمار في تونس هذا الكل نعرفوه وزدنا حكينا عليه نعرفو المنظومات نعرفو وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى بعض المؤسسات الكبيرة اليوم كنا نقرأ مشروع قانون المالية لسنة 2024 هل المؤسسة التونسية تلقى روحة في المشروع؟ والله احنا كانت عندنا جلسة استماع مع لجنة المالية قدمنا فيها عشينا النظرة متاعنا وقدمنا فيها المقترحات متاعنا من أول لحويش ويمكن قبل ما ندخل في القطاعات وإلا الاقتراحات القطاعية الكونيكت النظرة متاعها مكرو ايكونوميك الموديل ايكونوميك وين أبخوش مكرو وقت اللي حضرنا ودير هذية يمكن اللي ما تعودناش ياسر عليه كل واحد يمشي قطاع بش يدفع على القطاع وهذية سيليجيتيم راوماناش ضده آما إذا ما فاماش نظرة شمولية إذا ما فاماش انفيزيون جلوبال تنجم كل عام يعيط لك اخر وقت تقولوا بالله نحيلي هذية كانت 5% رد هالي 2% وكل واحد يقعد يش بالطرف دي رغم اللي نعرف وراه الضغوطات اللي توا قاعدة تعاني منها الميزانية في تونس يمكن الميزانية متاع الفين واربع وعشرين من أصعب الميزانيات اللي اللي مش تعديوا عليها واللي الدولة في حاجة لضخ موارد مالية جديدة فقا لكنا ماذا بينا الدولة لضخ الموارد المالية ماذا بينا نيقفوا مع الدولة ماذا بينا نكونوا ناس الكل يد واحدة اما وقت اللي نطالبوا بموارد مالية جديدة الموارد المالية جديدة متنجبش تكون نراه على ظهر المواطن بركة ولا على ظهر المؤسسة بركة فما حدالة جي بقية اللي هي مهيش موجودة اللي للأسف مهيش موجودة ماذا بينا الموارد اللي تاخدهم الدولة تاخدهم عبر محركات النمو قبل ما تاخدهم يجيب مش معناتها قاعدين نتصلوا من دور المؤسسة المؤسسة كيف كيف لازمها تاخد معانتها تحترم وجباتها وهذه الكلو دي ما كنا نجيو بيه في الكونيكت بقا وقت اللي بيش نحكيو على موارد نبداو بالموارد اللي عندنا الساعة قبل نبداو بالقطاعات اللي واقفة وقت اللي نجي بيش نحب على موارد إضافية نشجع المستثمر ولما نبداو نبداو بالمناخ الأعمال أنا اللي قلقني حاجة وطبا دايوري ذكرتها وبش نعود نذكرها وزارة الصناعة خدمنا شاركنا في الديالوج بيبليك بخيفي واستفشرنا وقلنا نظرة شاركية جديدة وناس بيش تسمعنا وحارصنا بش نكونوا موجود وقت اللي نحدي عام كامل نخدم شنوالي ننتظر ننتظر بش هالاقتراحات هذية تلقاه نراها كالكو باخ معنطاو أول حاجة جيت يمكن هي قانون الميلي للأسف ملقيناهم شو يعني الإقتراحات اللي خدمنا عليهم معنتها نحضروا ديموزوخ فما الاربع اربع وخمسين وفما مية ووش وفما استراتيجية مو يلزم فما بلورة للإقتراحات هذهم بلورة الاستراتيجية اللي خدمناها مع بعضنا تفاهمنا كما عايت تقولنا تفاهمنا على حويش وين بش نلقاهم بعض ما حشيش بش نلقاهم في دوسيات ولا في ديزيتوت اللي قاعدوا تخدموا وتلوحوا نستنى بشرات تفعيل متاحهم المشكلة بين وليه وهذو مروة واسلاحات وقاع الاعلان عليهم ووالله ينشكروهم لحق خدمة وخدمة كبيرة وقتها وذات الاقتصاد والكل وقاع الاعلان عليهم بين يقاع الاعلان عليهم وبين تفعيل متاحهم يظهر لي فما هو كبيرة معنتها يلزم الخدمة اللي تخدمت في مختلف الوزارات الكل تكون عندها الناس الكل تمشي في رؤية واحدة الناس الكل عندها استراتيجية واحدة على خاطر الاستراتيجيات اللي تخدموا الكل نورمال مو فما استراتيجية كبيرة كلم النس الكل للأسف هذية ما لقيناه تقريباً هذية يصير كل عام هذية المشكل احنا قبل لكي كان يصير كل عام كنا نقول وايه مثال شعيات لكي خر وقت الماغج دوما نفغم تاعو تبدا صغيرة ما عندو ما يعمل عندها فما ضغوطات باركانت خصني خدمنا يعني الخدمة تاعام كامل الخدمة تاعام كامل هذية ماذا بينا نشوفوها ماذا بينا نلقاوها وقت لي نحكيه وعلى المساوات في الأعباء الجبائية في الأعباء الجبائية على المؤسات وإلا على المواطن ما هوش نورمال بيش تلقى المؤسة المهيكلة المنظمة في الأخر تقول هي تاكل تاكل حتى تاكل وإلا المواطن بيانسور شهرية مسمار في حيط ماذاك معندوين هيرب معندوين هيرب فما قطاع موازي حكينا عليه بارش مرات في بيلي اللي فما إجراءات اتأخذت السنة الفارطة بيش ندمجوا القطاع الموازي دايور نشدنا عليهم قلنا لهم بربي وقت لي ناخدوا إجراءات ولا ناخدوا قرارات والقرارات هذيك الناس كل ما كنش متفق عليها أول حاجة اللي بش تعمل في السنة اللي بعدها أعطيني إفاليواشون للقرارات هذي مثالش أنا كنلقى قرارات يمكن كنت مانيش موافق عليهم أما كنلقى جيبوا أعطيني الإرادات اللي جيبي نقول لك مثالش لكل الناس كل آآ دورها بيش تضحي ونس كل بيش تقوم بيش تعتش معناتها الجزء اللي هي مسؤولة عليه آآ وقت اللي عم ناول خذينا خذيه ونتفكر اللي فما قرارات تأخذت اللي إدماج القطاع الموازي السنة تقولوا إنا شا عملنا كان هتك أكل هالقرارات هذي مشاكل الأخرى أنه معناش التقييم هذا هو التقييم نورمال مشاكل وعطيني التقييم نورمال ما تعطي التقييم التقييم هو اللي غايب عندك كيف كيف جينا معانتها التصديق فما الارتكل 52 اللي خرز للشركات الدولية اللي كانت قاعدة راو الدور متاحة هذو ما راو الشركات الدولية يمكن فيهم قلة قليلة من الشركات الكبيرة الباقي لكل دي جا حلوا شركات بعشرين ألف دينار واللي هما قاعدين يروجوا للصناعة وللمنتوج التونسي معانتها تجي تواطع تي ديزنف بوغسان وتقعد تقل وتستنى للغستي تشون بتاحها انتا كسرتهم وكو مو أبار لي كسرتهم هما الخدمة اللي كان يخدم فيها للصناعة وللاختزانات وللواحد والكل كيف كيف معانتها لمباك تمشي على المؤسسة صغيرة هذيك ومشي على الصناعي ومشي على الاختزان اعطيني اربحتش حاجة كان اربحت صحة ليك خانكمل ما اربحتش قولي والله يعني غالط يجى مع بعضنا نلقاه وحليك ونصلحوا مع بعضنا فهمتني يا ورح شكرا لك اه نختموي والله برشة برشة عنا يمكن الوقت ما وش بشي زي اما ما عندها الاقتراحات اللي يعطينيهم برشة اقتراحات حبينا هاللي تاكس هذو ما اللي تعطاوه ولي تزيدو اه ان شاء الله ما يكونش عندهم اثر كبير على المواطن وعلى القدرة الشرائية متاع المواطن على خاطر كجيد زي زي انتي تعطي تاكس القطاع من القطاعات وعندك الايليات بش مبعد بش تراقبو على خاطر لي بش تزيدوه ملون بش يعديه هو البونوك زيدو اربعة في المياه بش يثقلها على الكريديات المقاهي وإلا المشروبات الغازية بش يزيدها من بعد على المواطن اه اذا ما عندكش الايليات وإلا تعندك اللي ريسونو ما عندكش بش تراقبو ان شاء الله القرارات هذية اه ما يكونش عندها اثر على القدرة الشرائية متاع المواطن اللي دي جات اكلت ان شاء الله ما تزيدش ان شاء الله ما تزيدش شكرا لك حسن الوجود بالوصفة يعيسك برك الله فيه لرئيس منظمة تاكنيك شكرا كبير شكرا لحضرك معنا وعلى كل ما افتنا به